بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبقوثي رحمة المهدى كل ما بنعود وبنحاول بقدر الإمكان أن نحن نتأمل في حياتنا بيظهر لنا جلساء كتير وجليس النهاردة لما تبرنا علينا الأوقات الحلوة دايما بنطلب وجوده نطلب وجوده لأنه هو بيحسسنا بأن الأوقات الحلوة دي ولزيتها ممكن تفضل معانا بس بقوله وإحنا بنطلب وجوده بنخاف قوي 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 من أي تغيير يحصل في حياتنا في الحقيقة الجليس ده على قد ما هو مرتبط بالحيات الحلوة لكن هو جليس بنعتبره فخ ممكن يعوق حياتنا بشكل كبير جدا ليه؟ لأنه هو جليس بيخلينا عايشين في الماضوية عايشين في الماضي ما نتقدمش لقدام جليس النهاردة هو طلب دوام الحال أو بنسميه فخ استدامة الحال يعني إيه؟ أنه نطلب أن الحال الكويسة اللي عندنا والحال الحلوة اللي عندنا تفضل موجودة شوف أنت إزاي على طول أول ما قلتلك الكلام ده إنت حسيت بإيه؟ طب هو ده حاجة وحشة؟ إن الحال ده يفضل موجود؟ هولا مش الوحش إن إحنا نطلب إن الحال إن يبقى حالتنا مليانة بالسعادة وبالهنة ومليانة بالنفحات وخاصة لما تيجي علينا مواسم مليانة بالنفحات زي موسم الحج فيمر الناس كتير بأحوال بديعة زي حال بعض الحجاج لما يرجعوا لحياتهم بعد الحج بيبقى عندهم شعور أنا نفس الحال اللي كنت فيه من الطاعة والإحساس بقرب ربنا والشعور بصفاء قلبي إنه هيدوم أفضل على الحال دي على طول وهليه ترى هفضل محافظة على حجتي بعد ما أرجع لحياتي وأشغالي؟ يعني إيه؟ يعني هل فعلا أنا هقدر أرجع للحياة تاني؟ هنا بنفقد شيء مهم جدا جدا أن يتعلق بالعبادة إيه بقى؟ بنفقد وظيفة العبادة في الحياة ليه طيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني المقصود بعد الصلاة إن احنا نرجع للحياة قل إن صلاتي ونسقي ومحياي وماتي لله رب العالمين فاتضح إن الصلاة ونسك برضو في النسك شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من حج ولم يرفس ولم يفسق ولم يرفس ولم يفسق عاد كاومة ولدته أمه يعني عاد يبقى هو لازم يرجع تاني للحياة فلما يرجع للحياة يرجع كأنه مولود جديد زي الصلاة الصلاة إلا الصلاة في نهاية الحديث مكفرات لما بينهما إذا استنبت الكبار يبقى إذن الحال اللي احنا بنبقى فيه في العبادة المقصود به إن احنا نحوله إلى قيمة ونرجع به إلى الحياة وعشان كده حال كتير من الناس بعد موسم الحاجة بيكون اللي بيكون فيه نفحات أو بعد طاعة زي في الصلاة وزي في الصوم وكأننا بنطلب استدامة الحال اللي احنا بنكون فيه في هذه الطاعة منقطعين لعبادة الله سواء في الحاجة أو في الصلاة يفضل معانا أو الصوم يبقى يفضل معانا الحال ده على طول الحال اللي احنا فيه دلوقتي هل هو حال سيء ولا هو حال من أحوال الناس لأن ساعتها لما بنطلب دوام الحال بيبقى جوانا شعور أشبه برفض أو مقاومة أي حال جديد بتكون فيها حتى لو كان الحال ده تلعودة إلى الحياة فيه ناس كتيرها بتبعى عايزة ما ترجعش إلى الحياة تاني وقد يكون ده مبرر قوي للفاهم اللي أنا ما بحبوش إن احنا عايزين نموت في الحاج وده مش كويس ليه؟ لأن هو إيه اللي حصله؟ إن الحال اللي أنا في الحاج ده أنا مش هقدر أسيبه وارجع تاني للحياة أنا عايز الحال ده بس ومع إن حديث رسول الله سلم بيعلمنا إن الحاج جاي للحياة مش للموت عارف استدامة الحال ده بيبقى هو إحساس إننا عايزة أجعل حياتي تقف عند هذه اللحظة مع إن العبادة دي جاي عشان حياتي تستمر وعشان جدا لازم نسأل نفسنا هل الله سبحانه وتعالى طلب مننا إن احنا نفضل على نفس الحال طول الوقت يبقى على حال واحدة طول الوقت تعالوا نتأمل حديث رسول الله سلم لما جاء حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول إيه لقيني أبو بكر يقصد سيدنا أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين يعني شايفنا كأننا شايفين الجنة والنار فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا ايه فكل عندنا نسينا بقى الجنة والنار والجمال اللي احنا فيه قال أبو بكر فوالله إننا نلقى مثل هذا ده نزيك فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لا صفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وحضرت النبي كرر ذلك ثلاثة حضرت النبي عايز يعلمنا إيه من هذا الحديث البديع هو بيقولنا إنكم مش هتقدروا تكونوا كده على طول أو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقولهم إنهم ما يشعروش بالرفض للحياة فبيعلمنا إن المقصود مش دوام الحال هو المقصود البقاء مع الله فإحنا مش بنطلب الحال إحنا بنطلب إن احنا نكون عبيد لله في ساحة مولانا زي ما كنا قلنا إن احنا مش بنطلب الرصيد لكن بنطلب أن يقبلنا الله في ساحة العبيد كذلك نحن لسنا عبيدة الحال لكن نريده أن نكون عبيداً للمولى المتعال فإحنا عبيد لله مش عبيد للحال وعشان كده إيه اللي بقوله ده لأن كتير من الأحيين لما الإنسان بيطلب أنه يبقى في الحال ده على طول ويدوم الحال عليه نفسه الأمارة بالسوق تعمله فخ إيه الفخ اللي عنده وتفضل معلقاء بهذا الحال ويعتبر أن الحال اللي جاية لما الحال ده يتغير يبقى الحال دي يتمش من الحياة ويفقد نعمة ربنا اللي هي نعمة الحياة ما أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الحياة بطولها وبعرضها بأحداثها وبأحوالها المتغيرة والكتيرة كلها محل نظر الله سبحانه وتعالى وكلها محل للعبادة فإذا كنا في عبادة أو كنا في البيت أو كنا في الغيط أو كنا في العمل أو كنا في أي حال حال بسط وسرور أو حال قبض وحزن كلها أحوال مش مقصودة في ذاتها وعشان كده دوام الحال من المحال لكن المراد أنك تبقى على كل حال عبدا للرحيم المتعال هو ده المقصود وهنا بقى يظهر بقى كجمال صياغة الصالحين لمعاني مهمة في حياتنا زي صياغة سيدنا بن عطاء الله سكندري لهذا المعنى الجميل عندما يقول لا تطلب منه أي من الله أن يخرجك من حال ليستعملك فيما سواه فلو أرادك لاستعملك من غير إخراجي يعني عايز يقولك إيه؟ ما تطلبش حال عجباك ومشايف أن هي الحياة كلها مفروض تكون على الحال ده ولكن إيه اللي حاصل؟ خليك من أهل التسليم ومن أهل مدوامة العمل على كل حال واللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تكون فيه هتكون فيه حتى لو أنه أراد أن يخليك يوصلك للحال اللي أنت عايزه في نفس الحال اللي أنت فيه ده يعني كن مع الله ماذا؟ تكون عبداً في كل الحياة يقولك كده كن مع الله تكون عبداً في كل الحياة وعشان كده لازم نراجع رغبتنا في استدامة الحال لازم نراجع عليه؟ لأن استدامة الحال مش بس في العبادات لكن في كل أرجاء الحياة وعشان كده هتبقى كل إنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لو طلبنا استدامة الحياة دي من الذي سيعمر؟ من الذي سيزرع؟ من الذي سيصنع؟ وعشان كده فيه ناس كتير بيكون عندها أزمة في التعامل مع التغيير في حياتها أي تغيير بيحصل لها أو أي أحداث بتخرج برا دائرة الدائرة اللي هو تعودها بيحس إن ده تهديد وعشان كده بيحس إنه هو أول ما يرجع من الحج أو يخرج من رمضان أو يخرج من الصلاة من المسجد إلى الحياة يحس بالتهديد لا أنا عايزك تحس بمدد الله للعبيد وعشان كده ناس كتيرة بتحصل لها أسا وسعد أقول لكم حاجة سعد بيحصل حاجة سعد يحمر دونهاش ومكتبنهاش في الأبحاث لكن بيحصل حاجة كده أنا بسميها أزمة ما بعد العبادة بيحصل حاجة اسمها اكتئاب ما بعد العبادة إنه واحد يحصل له إنه يفضل كده زعلان وحزين صحيح عندي ناس كتيره ما بتطولش لكن فيه ناس بتطول إنه يحصل له أسى وحزن وأزمة نفسية كبيرة ساعات بتحصل لما بيحصل أحداث بتتغير فيها الحياة زي لما حد مثلا الأولاد هيتجوز خاصة بنت في إيه اللي يحصل بيبقى وقت بعض الأباء من كتر صعوبة الأمر عليهم ممكن يختلقوا مشكلات بدون وعي مع خطبها عشان مش عايز ومش قادر يتخيل إن بنته هتسيب البيت وتروح تتجوز زي برضو ما هو مش قادر يتصور ولا يستوعب إنه هو يرجع ويسيب يسيب نؤيته للكعبة يسيب الروض الشريفة يسيب المسجد النبوي يسيب الصيام بجماله يسيب الصلاة بوصلها بالله سبحانه وتعالى وفي بعضنا لما أهله بيكبروا في السن أو يصيبهم مرض بيكونوا حسين بضعف نفسي واكتئاب ومش قادرين يتعاملوا مع التغيرات اللي ما حصل لهم في حياتهم هم حسين إن أمنهم في دوام الحال مع أهلهم إنهم يكونوا في قوة وعافية ويعيشوا مع بعض وما يتغيرش عليهم الحال لضعف أو ما يتغيرش عليهم الحال لقبض الحالة دي حالة حقيقية وذلك علماء النفس كلمونا على إن في حاجة اسمها فوبيا الخوف من التغيير بيسموها الميتا ثيو زو فوبيا مشكلة الخوف من التغيير بتجعل الإنسان كأنه محبوس في كهن مش بيشوف النور عامل بالضبط زي واحد قفل الأبواب الشبابيك عليه ومش قادر يشوف النور مش قادر يشوف وسع الله سبحانه وتعالى مش قادر ينمو مش قادر يبني الخوف من التغيير يا سادة قائمة على فرضية أساسية اللي لازم نفتكرها ونستوعبها بتقول إيه إني ما أحياه الآن اللي أنا بعيش دلوقتي في كل أماني في كل خيري إيه ده يعني كل أمنياتي في اللي أنا عايش دلوقتي وكل خيري في اللي أنا عايش دلوقتي بس ده مش حقيقي لأن ده أنا أستطيع أن أقوله لو كنت شفت آخر الحياة وقارنت ما بين اللي أنا فيه دي وكل الحياة وبما أن أنا لم أطلع على الغيب فالفرضية دي فرضية غير صحيحة عشان كم مرة الله سبحانه وتعالى لما غير عليك كان حال أفضل من اليوم مرة من الحال اللي أنت فيه وكنت فاكر أن أمانك اللي أنت فيه دلوقتي وأنك أنت وطلعت سجن نفسك في سجن كبير من هواهمك فلما خرجت وجدت خير وأمان أكتر وفضل ونعمة ووسع وعشان كده هنا بقى نستدعي مسألة ماذا الله لطيف بعبادي لأن فيه ناس كتير الله سبحانه وتعالى قدر عليهم أن أحوالهم في أشغالهم تتغير أو تتوقف يحصلهم بتحدي في شغله فالشغل بتاعه يتغير حاله أو يتوقف بعد عمر وبازل كبير مشروعه اللي أنفق فيه حياته واللي سعاد بيعبر عليه ده مي بيبي ابني فبدأوا يتحولوا يحاولوا أن هما في نظرهم لطرق جديدة أو مجالات جديدة يتقفل عليه باب بس يتفتح له ألف باب وبدأوا يتوروا نفسهم ويتعلموا فالله سبحانه وتعالى فتح عليهم من واسع وحسوا أن هما كانوا محبوسين في صندوق صغير وهنا تظهر بقى حاجة مهمة قوي أن التغيير سنة إلهية سنة ربنا بيخليها للإنسان مش عشان هو مش عايز يريحه أبدا حشاته سبحانه وتعالى لأن الله لطيف كريم خزائنه ملأة سحاق الليلة والنهار ويدو الرحمن ملأة سحاق الليلة والنهار وما ليه ربنا خلى فيه التغيير عشان تتفتح لك أبواب كتيرة باب يخليك تتخلص من الخوف باب يخليك تتخلص من الألأ باب يخليك تخلص من الخوف من مجهول وينتهي ظنك السيء في الحياة فلكن هذا الصن السيء في الحياة مش هينتهي لغير لما تفتح إنيك بسنة الله سبحانه وتعالى فتشوف نعم الله محيطة بك في كل وقت وهو ده تم معنى الأساسي في التغيير إن التغيير بيفتح إنيك على نعمة ربنا وعشان كده احنا عندنا واجب إننا نشوف بعض من كنوز النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلىها وقال كل باب اتفتح لنا ورا كل باب كمان اتقفل قدامنا فنشوف باب تفتح تاني ورا نعم ربنا هيفضل بقى سؤال طب اتطمن ازاي بقى تطمن انك تملى قلبك بقوله تعالى أليس الله بكاف عبده تطمن انك تكتب على قلبك ولا الآخرة خير لك من الأولى وفي كل نفس من أنفاسك تحس ان أنفاسك دي كلها غارقة في قوله تعالى الله لطيف بعبادي وتعرف ان كل اللي جاي في حياتك خير وهو خير مما مضى ليه لنصنع على عين الله والله سبحانه وتعالى غني عن عبادي مش بس غنينا عن عبادي انهما يوصلوا مصلحة وغنينا عن عبادي انهما يأذيهم لانه رب فالحمد لله رضينا بالله رب فرضينا بان ربنا يربينا فلو كنت الان انك تخرج من منطقة الراحة اللي انت عايش فيها على طول وتفتكر وافتكرت ان الراحة دي هتستمر طول الحياة اخلي بالك الراحة دي ليست في حال بعينه الراحة دي ربنا انه ثرها لك في اشياء كتيرة جدا ونزيك لازم تعرف ان الراحة ممكن تجدها في حياة كتيرة منها تلات حاجات انك تتيقن ان الله سبحانه وتعالى يبدل حالك دائما لتتلزز بانه وحده الذي يصنع حياتك ويصنع حياتك على عين يبقى لي ربنا سبحانه وتعالى بيغير عليك عشان ماذا تتيقن من ان الحياة بيد الله ويصنع عليك سبحانه وتعالى بمنه وفضله على عين ونزيك الله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه المسائل ولا يشغله عبد عن عبد فانت الله سبحانه وتعالى يصنع حياتك بعينه يصنع حياتك على عينه يصنع حياتك بيده تا مين اللي أكد لك كده ان ربنا بيغير عليك لانه البديع سبحانه وتعالى الحاجة التانية انك تعلم علم اليقين ان ما تخاف منه وما تخوف به نفسك من مخاطر ما الوسيدي لو خلفت وراءك فستجد بابا مفتوحا من وسع الله وستجد نهرا من الصحبة الربانية تغسل قلبك من كل مخاوفك وأوحالك اللهم أنت الصاحب في السفر فتعرف ان ربنا معك في رحلتك في الحياة حاجة التالتة ان سبحانه وتعالى جعل كل خطوة من خطواتك للأمام احدها تخلق بابا للأشباح والأوهام أشباح وأوهام النفس والأخرى تفتح بابا جديدا للمدد والأنس والسند ولذلك احنا محتاجين نتيقن فن عايش التحولات يعني عندما نتحول من البسط إلى القبض لما نتحول وإن السرور إلى الحزن ده فن لما يحصل لك ده إزاي تتحول إلى أن تعيش على يقين من أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرك عشان كده لازم نتقن التعاون مع التغيرات في حياتنا فإتقان العيش إتقان التعاون مع التغيرات بالعيش في التحولات ده فن فن ليه ثلاث أضلاع الضلع الأولاني أن انت ترى نعمة الله في كل تغير الضلع الثاني تفرح بنعمة الله في كل تغير الضلع الثالث تستثمر النعمة في كل تغير أيه ده حاجة مهمة أوي طب في عشاء تساعدني على ده آه هقولك شوية حالات تساعدك على ده أول حاجة ممكن تتعاعدك على أنك انت تعيش أن كل تغير ده باب من أبواب فتح الله وكرم الله ونعمة الله أول حاجة درب نفسك كل يوم على أنك أنت تكون وإنت بتستقبل التغيرات في يومك إيه اللي حاصل؟ دخل أشياء جديدة في حياتك كل يوم زي أن أنت تعلم لغة جديدة أن أنت تعلم أنك تجرب حاجة جديدة أنك تجرب فكرة جديدة أنك تجرب حاجات جديدة جدا جدا في حياتك ده كل شيء مهم تاني حاجة لما الله سبحانه وتعالى يغير عليك حال وحاسس أنه هو حال شدة درب نفسك أنك أنت تشوف نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في التغير ده زي مثلا لو أنك أنت يا ربنا سبحانه وتعالى غير عليك فالدنيا دقت عليك شوية تشوف نعمة ربنا أنه إيه؟ بيمدك أن أنت ما تكسرتش وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر خطرك وعشان كده لو حد طلع طلع المعاش مثلا أو حد طلع عليك كلمة مش لطيفة فيعلمك أنك أنت تثبت على المبدأ طب لو حد طلع على المعاش ما هو برضو يبقى حاله طريق صعب فبيبدأ يشوف النعمة أنه هو ممكن يكون لي فرص تانية أنه هو يقضي وقت أطول ويسعد بتفاصيل اللي عايش مع أهله فتخير نظرتك ليه الحدث ده تالت حاجة ايه ده الله سبحانه وتعالى عند تغيير كل حال اللهم يا من تفردته بملكك لحالي اسرف عني اغتراري بأوهامي وفك أسري من أوحالي واخذ بيدي في سيدي وحياتي ليعيش بأنوار مددك ليعيش بأنوار مددك لي في كل أحوالي لما تعمل ده وتمشي بالخطوات دي هيسهل عليك أبدا هيسهل عليك طول الوقت أن أنت التعامل تبقى عندك قدرة ومهارة التعامل مع فن التحولات التحولات دي ربنا سبحانه وتعالى جاي عشان يحول دايما نظرك من الانشغال بما سوى لكي أنت نشغل بمولاك تنشغل بمولاك وانت عايش تنشغل بمولاك وانت بتتحرك يا رب لهمنا رجدنا لكي نسير إليك في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا وأكرمنا ولا تهننا وكلنا حيث كنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا سادة بعد الفاصل نلتخف حضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسره اللي ما نتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها زي الوقت اللي احنا مخصصينه دلوقتي عشان نجيب على أسئلتكم المباركة أول سؤال وصلنا هو سؤال بيقول إذا فقد الإنسان شغفه في الدنيا بعد فقد والديه ولا يوجد للحياة متعة أو هدف يعيش من أجلي ماذا يفعل كيف يرجع له هذا الشغف أو الرغبة في المواصلة بعض الناس بيفهموا الفقد بطريقة مصصحيحة وحتى بيفهموا الفقد ده بطريقة تخليهم يحسوا بأنه هم مش فقدوا أحبابهم لقين فقدوا جزء من زواتهم في كثير من الناس بتفهم كده حتى في تعبيراتهم يقول أنا حاسس أن في حتى مني ماتت مع فولان أنا حاسس أن أنا فقدت حتة مع حبيبي هل ده من حقك؟ لا مش من حقك لأن ما فيش حد بيموت مع حد ما عليش الكلام قد يكون بس هو ده حقيقي بس نفسنا أمره بالسوق بتخلينا ما نقدرش نعيش لحظات انتقال أحبابنا مثلا زي ما انتقلت صعب السؤال زي ما انتقلت والده والدته إلى الحالة البرزاخية فيحس أن هو إيه اللي حصل؟ يحس أن حياته كلها انتهت مع أن حياته ممكن تكون ابتدت كمان ابتدت بداية جديدة مش أنه هو ما كانش عايش لا ممكن تبتدي بداية جديدة أضرب لك مثال لما واحد يكون عنده والده والدته وجزء كبير من حياته قائم على أن هم بيساعدوه فتيجي لحظة أنه هو بدأ ينضج ويكبر وأصبح هو مش محتاج اللي يساعده لكن هو قادر يقدم المساعدة للناس بدونه هيبقى محتاج حد فيكون انتقالهم أنه هم قاموا بوظيفة وبدور في حياته وابتلأ ينتقل إلى حياة الاستقلال أنه هو يبقى مستقل ودي في حد ذاته شيء مهم جدا ولذلك أنا لو عايز أساعد أني ساعد بعض عشان نخرج من حالة فقد الشغف تاو أن كل المسألة مش مسألة فقد الشغف إن أنا أعرف إن أنا موجود في الحياة عشان أعبد الله وعشان أعمر وعشان أزكي نفسي تعالوا نقول حاجة مهمة خالص لما تفقد حد وأنا ما زلت بقول إن أنا متحفز على فكرة الفقد لإن أنا بتعامل مع مسألة الفقد على إنه إيه؟ على إنه تغير من التغيرات زي اللي ما كنا بنكلم فيه في الحلقة إنه هو تغير من تغيرات اللي بيساعدنا على تطوير حياتنا إزاي يعني؟ لما بنفقد حد من أحبابنا إحنا كلنا في حياة بعض لينا أدوار كل واحد فينا في حياته ماله عنده دور يعني إيه عنده دور؟ أنا في حياة أولادي ليه دور وأولاده في حياتي ليهم دور إزاي يعني؟ أنا دوري في حياة أولادي إن أنا أسعدهم وإدعمهم أدعمهم بمعنى إن أنا أكون مساعد ليهم إنه هم سماتهم الشخصية تنضج وسببهم الشخصية تكبر دي وظيفتي لما كل واحد وظيفته بتتم في حياة أحبابه بينتقل عشان أحبابه ياخدوا مساحتهم عشان يعيشوا اللي هم تأهلوا عليه وتعودوا عليه إيه ده؟ يعني كل واحد فينا بيبقى الله سبحانه وتعالى مدبره في حياته إنه هو يقوم بدوره في حياة أحبابه ثم أنتقل ليه؟ لأنه لو بقي في حياة أحبابه ساعات بيتحول إلى إيه؟ إلى عب فربنا عشان يخرجنا من فكرة إن حد فينا يتحول في حياة الآخر إلى عب لابد إنه ييجي وينتقل إلى الحياة الأخرى المجاورة دائما بسمي أنا حياة البرزخة هو الحياة المجاورة ولذلك كانوا زمان يخلوا المقابر في وسط المدينة في وسط البلد ليه؟ لأن أحبابنا انتقلوا إلى غرفة أخرى جنبنا آه يعني إيه ده؟ يبقى أول حاجة لازم تعرفها إن أحبابك ما راحوش إلى العدم لكن أحبابك راحوا فين؟ لحياة مجاورة ولذلك اسمع الحياة البرزخية حياة لها قوانينها المختلفة عن حياتنا بس هم مازالوا أحياء مازالوا أحياء حياةً لها سمات ولها صفات مختلفة عن صفات وسمات حياتنا والدليل على ذلك إن إحنا لما منمر على المقابر بنعمل إيه؟ بنسلم على أهل على أهل المقابر يعني إيه بنسلم عليهم؟ يعني هم أحياء وإلا كان سلمنا عليهم يبقى عبس آه يعني نحن نتعامل مع أحياء مش نتعامل مع ناس أصبحوا عدماً لا مش عدم موجودين ولذلك حضرت نبي يقول ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي اللي أرد عليه السلام ولما وقف على قليل بدري صلى الله عليه وسلم إلا حصل نادى على مشرك القريش قال إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ قالوا يا رسول الله أتكلموا ناساً وقد ألموا قال إنهم لأسمعوا إلي منكم يعني هم بيسمعوني أكتر منكم لأنهم ما عندهمش مشوشات المشوشات اللي عندنا في حياتنا طيب ده معنى إيه؟ إني حبايبنا اللي فقدناهم اللي أنا بقول دايماً إنهم انتقلوا إلى الحياة المجاورة منهم لم يذهبوا إلى العدم من ذلك أنت ممكن تبعث لهم الهدايا إذا مات ابن آدم انقطع مالوه إلا من سلاس منهم ولد صالح يدعو له يبقى إذا انت ممكن تبعث له الهدايا تقرأ القرآن وتقول الله مهب مثل سواب قراءتي للقرآن لأبي أو أمي أو لهما ويوصل آه يوصل باتفاق زي ما قال الإمام القرافي يبقى أول حاجة أحبابك لم يذهبوا إلى العدم ولكن ذهبوا إلى حياة أخرى حاجة تانية المهمة اللي أنت لازم تفهمها عشان فكرة فقد الشغف تا لأن انت شايف أنهم خلاص ما والحياة كلها بتضيع وبندل تخلص وما يحتاجين نعمل أي حاجة فيها لا 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 خالص يبقى أول حاجة هم لم يذهبوا إلى العدم ولكن ذهبوا إلى حياة مجاورة الحاجة التانية أنهم كمان تحولوا إلى رمز تخلصوا من الجسد وأنهم ممكن يتحولوا إلى عب أو معاناة فربنا أكرمهم وتحولوا إلى رموز فعلينا أن نحن نحول أحبابنا اللي إحنا اللي انتقلوا إلى حابة رزخية إلى رموز عشان نرتاح وده شيء مهم جدا وخاصة لو حد فيه ممكن علمك شيء أو ساعدك على حاجة أو بنى لك حاجة أمنتك يبقى أنت لازم تحس أنه قيمة تحس أنه قيمة حاجة التالتة والمهمة أن أنت كمان بشكل واضح بشكل مناسب جدا 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 بعد ما تقر أنهم مرحوش لعدم وبعد ما أنهم إصباحوا قيمة أنت لازم تعرف أنك في حياتك مش بتمشي على سكريبت أنت بتمشي على أقدار الله أن ربنا جعلها عشان تتربى وتتطور وتتقدم فلازم تعتقد أن انتقالهم ده مش خصم من حياتك لكن فتح باب واسع لحياتك ليه طيب لأنهم لما بيتحولوا إلى معاني بيسيبوا لك مساحة في حياتك عشان تقدر تكون فيها على مراد الله وخاصة لو قلت أنت هم ماتوا وأنت قلت أحسنت إليهم فأصبحوا شعود لك عند الله سبحانه وتعالى لو أنهم ظلوا قد تحصل أشياء كثيرة جدا جدا من عدم الرضا عن أفعلهم أو الضجر منهم أو إحساسك بأنهم تحولوا إلى عب فلما انتقلوا حفظ الله قلبك فلازم ترى هذه النعمة فبالطريقة دي هتقدر تشوف بقى مور كثيرة في الحياة الأمر الثاني بعد من تتأمل ده كله لازم تغير بالنمج حياتك لأن لو غيرت بالنمج حياتك الله سبحانه وتعالى يغير ما بنفسك إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بقى أنفسي وإن شاء الله ده كله إن شاء الله يفتح عليك ويبارك لك ويجعل ده كله في ميزان حسنتك السؤال بعد كده بيقول أنا وزوجي اتخنقنا بسبب إنه هو بيسهر برة للساعة تلاتة واربعة يعني تلاتة واربعة الفجر تلاتة واربعة الفجر مع أصحابه وباقي يومه في الشغل اتخنقنا وقام في نص الكلام قال لي والمصحف ما أنت مكملة معايا قالها أربع مرات وراء بعض فقال ده يعتبر طراق ما أعرفش ليه طيب لأن اللفظ ده يحتمل الطلاق ويحتمل غيره والله ما أنت باقي معايا يعني إيه ما أنت باقي معايا يعني إيه خلاص أطلعك ولا أنت ما باقي معايا يعني أنا زهقت وأنت خنقتيني أو إن إيه فلذلك إحنا محتاجين نعمل إيه نسمع من اللي تلفظ باللفظ ده عشان نشوف هو كده طلق أو لا لا طيب يبقى اللفظ ده يحتاج لي سماع التفاصيل من زوج حضرتك عشان نقدر نفس في المسألة دي وما حدش يقول لحضرتك إن أنت تقدري إن حد يقدر يقول لك الحكم ده من غير ما يسمع من زوجك ولو حد قال لك غير كده يبقى راجل يبقى المفروض إن إحنا نفهم إن الطلاق بيد الراجل فالراجل هو صاحب لفظ الطلاق فلا يجوز الحكم على الطلاق إلا بالرجوع إلى ماذا إلى صاحب اللفظ لإن أنا لو سمعت كلام حضرتك وحللت الكلام ده وحاولت أوصل لصورة المسألة من كلام حضرتك حضرتك أحد الذين حضروا هذه الطلاق حتى لو كان الموضوع يخص حضرتك لكن مين اللي يقدر يجاوبني يا عم في باطنه ويتحمل إذا كان صادقاً أو كذباً هذا زوجك فحنا لازم نعمل إيه لازم نسمع من زوج حضرتك عشان أقدر أقولك هو الطلاق وقع ولا لا لكن فكرة قال من المناسب وقال صحيح وقال يجوز وقال مشروع إن الشخص يسهر لتلاتة واربعة بالليل وهي طبعاً بتقول تلاتة واربعة بالليل تلاتة واربعة الفجر عشان تقول إن هي حقها ضايع ونذكر هنا بحديث الرسول الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حق وإن لبدنك عليك حق وإن لزورك عليك حق فأعطي لكل ذي حق حق فهي مظلومة إن أنت بتاخد من حقها نعم مظلومة إن أنت بتاخد حقها وذلك لابد إن أنت تتقل الله سبحانه وتعالى ولا تتركها تبحث عن أي شيء يؤمنها من خوفها السؤال بعد كده بيقول يا شيخ نجوزي كان نادر خروف نادر خروف يعني ناذر خروف لبنتنا طيب بس حصل إنه كان سافر ورجع وخسرنا فلوس كتير فاللي بيجيبه يا دوب بيكفي يومنا ومش عارفين نوفي بيه فحضرتك شايف نعمل إيه هي بتقول إنه يزوجها إيه اللي حصل قال نادر علي لو حصل حاجة لو بنتي ربنا حفظها إيه اللي حصل عدبح إيه عدبح خروف ولما رجعوا من سفرهم كل حاجة بيعملها وكل فلوس بيجيبها بعد الخسارة بعد كده يا دوبك ميشيها البيت على قد للقد فنعمل إيه بقى هل معنا كده إنه نفضل مستنيين لغاية ما ييجي وقت يبقى معنا تأمن خروفه ونتباحه لو كان الكلام ده ممكن ماشي لكن لو إنسد الطريق إلى ذلك هنعمل إيه هيبقى عندنا كفارة يمين هنتعامل مع النزل على إنه حلف وإيه اللي حاصل ولما حد بيحلف واح ناس يبقى عليه كفارة اليمين إتعام عشرة مساكين نعم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال ما حكم الوعد في الإسلام عندي قطعة أرض وعدت أخي بأن لما أبيعها أعطيه عشر آلاف من الجنيهات السؤال إيه الحكم إذا رفض أخذ هذا المبلغ كيف أتصرف فيه يبقى هو بيقول إيه أنا وعدته لما أنا بيع الأرض أعطيه عشر تلاف جنيه وأنا فعلا بيعت الأرض بس هو رافض يأخذ العشر تلاف جنيه رافضهم ليه لأنه شايف إنه هو يأخذ فلوس بغير وجه حق فهو في الحقيقة عمل إيه هو ما حس إنه هو مش أهل اللي أخذ هذا الفلوس فخالف الوعد خالف الوعد يعني إيه مرضيش يأخذ الفلوس مرضيش يأخذ العشر تلاف طيب يا مولان إيه علاقة بقى الوعد في الإسلام يعني هو الوعد ملزم ولا غير ملزم الوعد في الحقيقة عند جماهير الأمة غير ملزم إلا عند السادة الملكية بيقولوا لو كان الوعد اللي أنا وعدته الواحد خلاه يدخل في حاجة وتوقع ووقع عليها ضرر فبنجبر الضرر اللي حصل بسبب الوعد ده لكن في نفس الوقت في أحد العلماء وابنجبرهما عام قال إيه إن الوعد ملزم إن لو في حد وعد بوعد يبقى الوعد ده ملزم ملزم لازم إنه يأتي به هما بيسأل السهل بيسألني أنا أعمل إيه لو أنا رفضت إن أنا أخذ الفلوس دي كيف أتصرف يعني لو رفض إنه يأخذ الفلوس دي كيف أتصرف ممكن أنا يعني وكانه بيقول لي أنا ممكن أخذ الفلوس دي أنا لا في الحقيقة ولو رفضت أخذ الفلوس دي هو ما علوش اسم هو ما علوش إيه اسم لأنه هو الحقيقة لما وعد إنه هو لما يبيع الأرض دي يعطيه عشرة تلاف وهو ما اتدلوش العشرة تلاف دول هو السؤال بقى هو أخوه عمل أي حاجة تخليه يقع عليه الضرر لو إنه منفس الوعد ده لا ما عملش أي حاجة بس هو بيضربه إنه هو إيه يكون قد كلمته يكون قد كلمته ويقوم بيقوم بالوعد ده أيوة لو كان إيه لو كان الوعد ملزم لكن الوعد غير ملزم ليه ما على المحسنة من سبيل إنه واحد يدي الوحد ده حاجة ده هو محسن ولذلك لا ما عملوش أي حاجة والوعد مش ملزم إمتى يبقى الوعد ملزم لو كان الوعد ده تسبك زي ما يقولي السادة مالكية إنه يخلي الشخص ده يفعل بعض الأفعال هذه الأفعال تعود عليه بالضرر يبقى عليه أن يأخذ من الوعد ما يجبر به الخلل الذي وقع عليه بسبب وعده يعني لو قال له ادخل بس في الموضوع فلاني ده وأنا أديك الفلوس فدخل بدأ على هذا الوعد فأجيب بعد كده قال له لا مش أقدر أديك الفلوس لازم يساعدوا على الخروج من هذا الأمر اللي هو طلب أنه يدخله وبعد كده إيه اللي حاصل بعد ما دخله هو ما وفاش الوعد معاه يبقى إيه يبقى دوة مش ملزم إلا إذا ترتب عليه ضرر فياجب رفع الضرر الذي ترتب على هذا الوعد يا سادة هكلمنا النهاردة عن جريس مهم إن أنت تبقى مع الله سبحانه وتعالى على كل حال لا تتوقف عند حال بعينها ولكن استمر مع الله سبحانه وتعالى وليه ما تستمرش مع الله سبحانه وتعالى وإنت بتسمع قوله ومعكم أينما كنتم على كل أحوالكم وبتسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر فيا من أنت معي اجمع علي واجعلني أجمعي واجعلني يا ربنا أذوق حلاوة في كل نفس أنك سندي وأنك مددي وأنك معي يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلني على الدوام في عبادك الصالحين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة